فمضة اف اكس غنية عن التعريف هي شركة من الشركات الرائعة للغاية مصدقية عالية تعالى نشوف الدليل على هذه المصدقية وفق لموقع الشركة فهم تم السحب منهم 10 مليون دولار خلال 2024 يعني الشركة دي دفعت 10 مليون دولار خلال 2024 احنا في شهر 9 2024 تمام تاريخ تسجيل هذا الفيديو هو في 8-9-2024 هذه الشركة دفعت 10 مليون دولار حتى الان واعلى واحد سحب منها 74,914 ده اعلى واحد تمام طيب تعالى بقى نرجع ونشوف حكاية هذه الشركة هم عندهم حساب المرحلة الوحيدة تمام وده بينقسم الى العادي والماكس تمام طيب وعندهم حساب المرحلتين وايضا بينقسم للعادي والماكس تمام وعندهم حساب السلاسة مراحل تمام اول حاجة هو انت عندك ثلاثة مراحل وبعد كده الفندد اللي هو الحساب الممول هو بيطلب منك بروف التارجت ربح 6% يبقى انت كده هتعمل كام 18% فهو بالتأكيد اعلى من اي ربح في الحسابات الاخرى الحسابات الاخرى بتطلبك بـ 8% او 10% او الكلام ده فهو بيطلبك بنسبة اعلى بس بيقسمها لك لتلاتة بدل ما تعملها مرتين او بدل ما تعملها مرة واحدة مرحلة وحيدة او مرحلتين لا انت هتعملها في ثلاثة مراحل ميزة الثلاثة مراحل الاساسية هي الرجل اللي بيوصل لربح 6% وبعد كده الحساب بيهبط لا خلاص انا وصلت لستة بالمئة فخلاص انا عدت المرحلة الاولى هدخل على المرحلة التانية تمام عملت ستة بالمئة انتقلت للمرحلة الثلاثة تمام طيب يبقى دي الميزة الرئيسية الديني درو داوين من الحساب الاساسي من الرصيد الاساسي وليس من الايكوتي اربعة بالمئة تمام حتى في الفاندد اربعة بالمئة طبعا مش مطلوب منك تارجت في الفاندد تمام الماكس درو داوين ستاتيك يعني ثابت تمام تمانية بالمئة يعني التراجع عندهم ثابت تمام تمانية بالمئة ريد نيوز تريدنج الاخبار اللي هي العالية التأثير مسموح بيها في المرحلة واولة والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة لكن غير مسموح بيها في الفاندد انا مش مهم عندي الفاندد لانا اعطي التقييم طالما بتقول لي انا اقدر اتداول وقت الااخبار في هذا الحساب طبعا داي ميزة اكثر من رائعة والناس اللي بتشتغل على الاخبار عارفين قدر هذي الميزة ان الشركة تقولك الاخبار عليها التأثير تفقدر اشتغل ما عندناش مشكلة في هزا الكلام في هزا الحساب. في التقييمات فقط. لكن هتعمل الكلام ده في الفاندد غير مسموح. تمام? الميزة الاخرى ايضا طبعا الميني ديز يوم واحد. انت بحتاج على الاقل تعمل يوم واحد تداول. فاكيد هتعمل يوم واحد تداول. انت بجرد ما عملت صفقة انت عملت يوم واحد تداول. تمام? فاعتقد الشرط ده يعني ما تكتبوش. لانه اكيد هتداول. علشان احد التقييم اكيد هتداول. فمجرد تداوله فخلاص ما عمل لك اليوم. فاهم? اه طيب. اه انت عندك اي تاني. طبعا غير اه في الفاندد اه انت بحتاج يوم واحد تداول. تمام? اه طايم ليميت. اه لا يوجد طايم ليميت. المدة مفتوحة. تقدر تعمل التقييم ده في اي وقت. تنتهي منه في اي وقت. البي قاوت. طبعا ما فيش بي قاوت في المرحلة الاولى والمرحلة التانية والتانية. تالتة. مفيش بي قاوت مش هيديك مدفوعات الا في الفاندد. خمس ايام. خمس ايام واعطيك اه الاموال. اه مشاركة الارباح تمانين بالمئة. تمام? تقدر اه ترك الصفقات لما بعد نهاية الاسبوع ونهاية اليوم. اه. مسموح بقا في كله. حتى في الفاندد. مسموح. اه. عندك حسابات ايه في النظام ده؟ عشر تلاف والخمسة وعشرين والخمسين والمئة والمتين. والعشر تلاف بسبعين والخمسة وعشرين بمية وخمسين. والخمسين بمتين خمسة وعشرين. والمئة بتلتمية خمسة وسبعين. والمتين بخمسمية وسبعين. فافضل حساب فيهم هو المتين. لان هو خمسمية وسبعين. ولما تيجي بقى تشوف تعمل بقى اللي هو الكود الخاصم اللي هو في سبتمبر. يعني تعيي في نهاية سبتمبر الفين اربعة وعشرين. اتناشر ونص بالمئة. تعال نشوفه. طبعا هذا هو كود الخاصم. اه. تمام? ده كود الخاصم. واتناشر بالمئة. وبيقول لك. اه. مفيش على كل البلانز. مفيش اي مشكلة. والليمتيد. اه. يعني استخدم بقى اشتري اكتر من حساب. لا يوجد اي اه مشكلة. تمام? تعال بقى نشوف. هتيجي كده. تدخل واتختار. اه. طبعا انا اختارت اللي هو تلات مراحل. هتختار المتين. ما عندكش تلتمية. لا يوجد تلتمية. تلتمية الف غير موجودة. اه. تختار السيت تريدر. تمام? سيت تريدر. هتختارها دي الافضل. تمام? وهي دي اهو. عملها لك كلها ايه? تمام? يبقى انت اختارت المتين والسيت تريدر والتلات مراحل. تمام? بالشكل ده. وبعد كده بتوافق على الشروط والاحكام ولازم تقرها بشكل جيد. تمام? الشروط والاحكام. اه وبعد كده هو بيقول لك انت انت هتشتري ايه? تمام اه ده اقول انت هتشتريه متين الف اهو ويه التلات مراحل تركز انت بتشتري ايه ويه سي تريدر تمام وبعد كده تهبط تكتب الكود بقى اللي هو قاله لك ده هتلاقيه بدل من خمسمية وسبعين دولار هيبقى بربعمية تمانية وتسعين فاصل خمسة وسبعين يعني اقول خمسمية دولار فخمسمية دولار تحصل على حساب اه متين الف ده امر ممتاز جدا ليه انت عندك تمانية بالمئة تراجع كل سابت يعني ايه تمانية بالمئة يعني 16 الف يعني قلة تصل الى 184 الف دولار تمام انت معك 200 الف دولار اشتغل كما يحلو لك لكن ما توصليش للمئة 84 وإلا هسكر حسابك وعندك تراجع يومي 4 بالمئة تمام تراجع اليومي 4 بالمئة يعني في حدود التمنتلاف فالتمنتلاف وهتشتغل وقت الاخبار مسموح لك انك تشتغل وقت الاخبار لا ده موضوع ممتاز للغاية تمام يبقى اول حاجة احنا بنرشح حساب تلات مراحل ما فيهوش اي مشكلة بنرشحه ليه علشان الكلام ده ان انت هتقدر تدول وقت الاخبار فالامر هيكون ممتاز بالنسبة لك جدا وكمان الحساب هيكون بخمسمائة دولار حساب متين الف ده الامر ممتاز طبعا انت ممكن تشتغل معاهم في حساب العشرة الاف والخمسة وعشرين لكن لا ارشح هذه الحسابات الصغيرة في ظل ظروف السوق الحالية السوق فيه فلاتلة عالي وحركة عنيفة فالحسابات دي بتكون عرضة للخسارة للأسف الشديد فانت اقل حاجة تشتريها هو حساب الخمسين الف ابتعد عن الحسابات الصغيرة في هذا التوقيت هيبقى المسألة صعبة بالنسبة لك جدا تمام بعد كده بننتقل الى ستاب ماكس بلان دي الخطة الثانية اهو بيقول لك بقى ايه هنا بيقول لك ايه هنا بيقول لك انت معانا في اليوم لا هتكسب اكتر من اتنين بالمائة ولا تخسر اكتر من اتنين بالمائة وبنقفل لك بنسكر لك الصفقات اوتوماتيك تمام يبقى اعلى تموحاتك معانا انك تكسب وتربح اتنين بالمائة او تخسر اتنين بالمائة هذا الامر مهم يا سيدة يا كرام للناس اللي هم بيتجروا بعنف وممكن يجعل ان هو ممكن يخسر تلاتة بالمائة يقول لك لا خلاص مش هشتغل يعني عارف اللي هو ايه بيخسر حسابه ممكن يخسر حسابه في يوم هنا انت مش تخسر حسابك في يوم تمام لان هو بيسقلك الصفقات اتنين بالمائة طبعا هو كتب لك هنا تمانية بالمائة يعني الماكس الخاص بيك التراجع الكل تمانية بالمائة تمام طيب طبعا ما تتكلمش بقى عن التراجع اليوم هو خلاص وضع لك القاعدة اتنين بالمائة فانت التراجع اليوم هو اتنين بالمائة تمام طيب هو في مجموعة بقى من الاسئلة بتقولها فبتقول والله اذا وصلت ليه الماكس ممديلي بروفت ليمت هو اوتوماتيك بيقفل اهو اوتوماتيك بيغلق اهو تمام اه 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 بي اوتوماتيكري آه اه 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 خلاص هو هيقفلهالك بشكل اوتوماتيك تمام مفيش اي مشكلة يبقى احنا اول سؤال بالنسبة ايه للسواء للربح او الخسار هو بقفلها بشكل اوتوماتيك بقفل البوزيشن بشكل اوتوماتيك طيب تاني حاجة بيقولك ايه اعلى رأس مال مسموح في الوان ستاب ماكس بلان ايه اعلى قالك مئتين الف ده ما تحلمش باكتر من كده تمام طيب السؤال الثالث بقى ده خاص بدمج الحسابات هل استطيع دمج الحسابات في هذا النوع من الحسابات لا قالك الوان ستاب ماكس ده ما فهوش دمج الحسابات يعني بمعنى ايه معك حسابين حساب بمية وحساب بمية تمام في نفس النوع تقدر تدمجهم بحسابين حساب واحد بمتين لا ما عندوش الكلام ده تمام يبقى هو ده اول حاجة بالنسبة لي الوان ستاب ميكس بص بقى اللي هو البروفيت تارجت تمانية بالمئة ديلي درو داوين تمام يقولك الاختراك النعم تمام اتنين بالمئة او اتنين بالمئة او الاختراك البسيط او ترجمة جوجل تقولك الاختراك النعم هو الاختراك البسيط تمام المصطلح ده معناها الاختراك البسيط ااا ماكس ديلي بروفيت اتنين بالمئة تمام ده 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 اعلى طموحاتك اتنين بالمئة زي ما قلتلك لا تربح اتنين بالمئة لن ينهي عليك في يوما واحدة تمام لن يقضو عليك في يوم واحد ماكس دارو دوين التاتيك اساتيك تمانية بالمئة تمام تأتت من الخسر اكتري 8% الرصيد الاساسي اه ده برضك عاملها برضو مسموح بيها الريد نيوز ده تريدنج ممتاز جدا مسموح بيها لكن غير مسموح بيها في الفندد البيئة او الطايم سبعة ايام عكس اللي هو السلسة مراحل خمس ايام اه 80 بالمئة اه ترك الصفقات لما بعد نهاية اليوم بعد نهاية الاسبوع مسموح انا النظام ده كويس جدا انا النظام ده يحمي المتاجر النظام ده عجبني انه يحمي المتاجر تمام لكن خلي بالك لو احنا بقى ذهبنا للأسعار هنشوف بقى الأسعار كام اه الخمس تلاف هنا بيبدأ بالخمس تلاف لو لاحظت التلات مراحل بيبدأ بالعشر تلاف هنا بدأ بالخمس تلاف اه الخمس تلاف باتين واربعين العشر تلاف بتمانين الخمسة وعشرين بمية وسبعين الخمسين بمتين واربعين المية ب399 والميتين ب799 يعني حوالي 800 شفت الفرق بقى 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 الميتين هنا والميتين في الثلاثة مراحل الثلاثة مراحل انت عندك ب500 دولار المرحلة الوحيدة ديت ب800 دولار تاخد دي ولا تاخد ديت يعني انت بقى شوف ايهما انسب بالنسبالك يعني انا بالنسبالي هقولك لو انت مش معاك غير 500 دولار يبقى دخل الثلاثة مراحل انت دخلت الثلاثة مراحل وخدت الميتين الف لان انت محتاج التراجع الكبير ده فانت محتاج حساب بميتين الف اتوفر ومش مشكلة هتعمل 18 بالمئة لكن خلي بالك هنا بقى هنا حاجة مهمة للغاية انت محتاج تمانية بالمئة شوفت الفرق تلاحظت الفرق ده فرق خطير جدا ده انت مرحلة وحيدة وتمانية بالمئة وبعد كده تبقى فاندد فده الاسرع الاكاونت ده هو الاسرع يعني انت لما تيجي تقارن التلات مراحل بهذا الاكاونت طبعا المرحلة ده الوحيدة هتكون اسرع بكتير جدا فانت من اجل تلتمية دولار فرق شوف هتعمل ايه اتاخد وقت كبير تلات مراحل مهما كنت تاجر محترف انت معاك ستة بالمئة وستة بالمئة وستة بالمئة تمنتاشر بالمئة ده تمانية بالمئة فرق عشرة بالمئة فرق عشرة بالمئة طيب العشرة بالمئة في حساب المئتين ديت بكام انت تحسبك كده هو انا هعمل زيادة قد ايه ده انت هتعمل زيادة عشرين الف مفروض او مفترض ان يكون نصيبك منهم ستتاشر الف يعني علشان تلتمية دولار انت خسرت بطريقة غير مباشرة ستتاشر الف دولار فهمت الحت ديت في امتها فهي الشركة دي حكت عليك في الحت ديت تعالى تلات مراحل لكن لو انت خلاص انا بروح مثلا لي الستة بالمئة او السبعة بالمئة والحساب بيهبط مرة اخرى خلاص انت محتاج التلات مراحل يوو التلات مراحل هي دي مستو الرئيسي تمام فلا المرحلة الوحيدة ده ممتاز جدا لكن عيوبه اللي تستطيع انك لن تستطيع انهاء الحساب وتعديد الحساب في يوم واحد لا انت محتاج على الاقل اربع ايام اتنين بالمئة اتنين بالمئة اتنين بالمئة اتنين بالمئة اتنين بالمئة افهم اللي انت تعمل اربع ايام لما تيجي تختار بقى وانستاب ماكس ده اهو اقصد ومحطك المتين الف خمس تلاف اعش تلاف اخمس خمس اش مئة افضل وخلاص كده انت كده اه اعمالت اللي عليك هتختار كل هذه الاختيارات. وتهبط بالاسفل. هتقرأ الشروط والاحكام وتوافق عليها. وتهبط بالاسفل كده. اه. يعني حوالي سبعمائة دولار. من تمنمائة دولار بقى سبعمائة دولار. حلو. الحساب ده حلو. الحساب ده حلو. انا بقولك ده ده ممتاز جدا. تمام? طيب تعال بقى نشوف الحساب الثالث. الحساب الثالث ستاب ماكس بلان اه اللي هو مرحلتين. يعني ده مرحلة واحدة. ده مرحلتين. هو بيقولك ايه هنا بقى? بيقولك بص انت في المرحلة الاولى مطالب انك تعمل عشرة بالمائة تارجت. ادي اول عشرة بالمائة. وبعد كده تعمل خمسة بالمائة. خلي بالك المرحلة الوحيدة تعمل كام تارجت? بالزبط كده. تعمل تمانية بالمائة. والثلاثة مراحل تعمل ستة بالمائة في تلاتة. يعني تمنتاشر بالمائة. ده خمستاشر بالمائة. بس مرحلتين. تمام? هنا طبعا في اه خلاص الحساب الفاندد مش مطالب اللي انت تعمل اي تارجت. تمام? يعني انت بتعمل بس الحد الادنى للسحب. اه طيب. اه درو داوين انت بتتكلم هنا التراجع الكل اه عشرة بالمائة. والتراجع اليومي خمسة بالمائة. تمام? وبعد كده قال لي اه هنا قلل بقى. يعني المرحلة الاولى جعل الدرو داوين اللي هو اليومي خمسة بالمائة. وبعد كده راح عامل لي اربعة بالمائة. تمام? قلل التراجع اليوم. طبع انت قللت ليه التراجع اليومي? في المرحلة التانية. يعني يجب على الشركة ان هي ايه? زي ما عملت المرحلة الاولى انت خلاص انت عودتيني على حاجة. في يعني انت خلي بالك هو هي عنده يعني هو بيديك زي يقولك هي بيديك بونس في التراجع. يعني هي عنده الاساسية تمانية بالمائة تراجع كلي. واربعة بالمائة تراجع يوم. عشان هنا تمانية بالمائة. عشان الحساب الحقيقي انت هيبقى تمانية بالمائة والاربعة بالمائة. اللي هو الحساب اللي هو الفاند. تمانية تراجع كلي. واربعة تراجع يومي. فهو المرحلة التانية بيعودك على الحساب الفاند. تمام? وهنا اعمل لك بونس بقى. يعني انت زي بيقوله زبون جديد. طيب خلاص صرحها بك وهنعملك عشر مائة تراجع كل وخمسة مائة تراجع يومي. طبعا ده زكاء من الشركة. فاهمك بقى يعني انا بقى برضو يعني صايع برضو مش مسهل. انا لما عود واحد على حاجة تمام? انا متأكد بنسبة تسعين بالمائة ان الراجل اللي خد مني تراجع عشرة بالمائة تراجع كل وخمسة بالمائة. لما يجي هنا هيخسر. في عمي الحتة دي? ليه? انا عودتك على عشرة بالمائة تراجع كلي واربعة بالمائة وخمسة بالمائة تراجع يومي. فانت هنا لما تيجي تقول ايه انا عملت تراجع يومي أربعة ونصف بالمائة. لا يا حبيبي انت خسرتك سابك. خبيبي انت خسرتك سابك. ايه ده? يا خواجة كان خمسة بالمائة. لا ما هو المرحلة التانية دي اربعة بالمئة. فانت خلاص اتعوت سيكولوجية المتاجرة عندك وادارة الصفقات اعتادت على عمل الخمسة قبل الخمسة بالمئة تراجع. تمام? لكن انت لو بتشتغل بادارة رأس مال صارمة واحد بالمئة ونص بالمئة والكلام ده او اتنين بالمئة حتى. تمام? خلاص. اه لن تضر من مسألة التراجع اليومي تغير معاك. الان التراجع اليومي هو اللي يتعبك. ما بين الانتقال من خمسة بالمئة الاربعة بالمئة دي متعبة ومرهقة. تمام? هتبقى مرهقة لك ليه? اه لو انت بتجر اه خلاص انا عايز لايمة اخسر الخمسة بالمئة لايمة اربح الحساب. لا. تعمل هيش. اشتغل واحدة واحدة. تمام? طيب. الميليموم تريدينج ديز تلات ايام. يعني ايه? يعني تعمل اه اه تلات ايام. صفقات. يا يوم الاتنين تفتح صفقة وتسكرها. يوم التلات تفتح صفقة وتسكرها. يوم الاربعة تفتح صفقة وتسكر. تمام? مجرد انت فتح واغلاق صفقة في اليوم خلاص انت كده عملت الثلاثة ايام. ده شرط يعني اه شرط عادي ما فيش اي مشكلة. الرفعة واحد للتلاتين. تمام? ودي رفعة ممتازة. اه ميليموم اه اه هنا لازم تربح نص بالمئة لمدة ثلاثة ايام. تمام? وهو هنا اه هنبقى نشرح حكاية النص بالمئة. النص بالمئة دي برضو اه سهل. الموضوع سهل. تمام? يعني الواحد بالمئة في المئة الف. انت بتكلم في الف. فانت محتاج خمسمائة دولار. في المتين الف انت محتاج الف دلار. تمام? فانت عاوز منك انك تربح الف دلار لمدة ثلاثة ايام. فدي سهلة في حساب المتين انت تربح الف والف والف. فدي اه اعتقد ان الغالبية هيعملها. تمام? خصوصا لانه بتارجة الخاص بك. ده هو طالب منك في حساب المتين الف طالب منك عشرين الف دلار. فمش معقول ان انت يعني مش تعرف تعمل في سلاسة ايام آآ الف دلار في كل يوم. تمام? طيب. ايدي اوه بقى اوه جايبها لك كلها. بروف تارجة عشرة وخمسة يعني خمستاشر بالمئة. آآ الفانت طبعا مش مطالب. آآ ادي لدردوين آآ خمسة بالمئة ثم اربعة بالمئة ثم اربعة بالمئة. وانا قلت لك هنا خلي بالك آآ من الامر ده لازم تعامل ادارة صفقات محترمة ما تحاولش آآ ان انت ايه تلعب على الخمسة بالمئة. لان انت لو بتلعب على الخمسة بالمئة الكاملة هتتعب معهم في آآ الفيس تو هتتعب معهم جدا. تمام? آآ المكسد درو داوين عشرة بالمئة ثم بينتقل لتمانية بالمئة وتمانية بالمئة. الريد نيوز تريدنج الاخبار عليها تأثير آآ ذات اللون الاحمر آآ مسموح بيها لكن غير مسموح بليها في الفاندت. هنا البيت اوت تايم آآ اكبر انها اربعتاشر يوم تمام? يبقى المرحلة التالت اللي هو السلاسة مراحل لو تتذكر خمس ايام. المرحلة الوحيدة آآ سبع ايام لكن ده اربعتاشر يوم. فهي فهو انت بعتاج فلوسه بسرعة. هذا الاكاونت لن يفيدك. تمام? لانه اصبعين تمام? آآ طبعا ترك الصفقات لما بعد نهاية الاسبوع مسموح به في السلاسة آآ آآ يعني المراحل. حتى في الفاندت مفيش اي مشكلة. الخمس تلاف بتمانية وتلاتين دولار فده حلو جدا. هتلاقيه ارخص من طبعا ومع الخصم الاثناشرة ونصف بالمائة فتقدر تدخل بقى الخمس تلاف والعشر. عشر تلاف بخمس وسبعين. بس اصدقني الحسابات دي بتخسر. الحسابات دي بتخسر في هذه الايام آآ كتير جدا. فخلي بالك بلاش الخمسة والعشرة. آآ يعني ابتدي بالخمسين حتى للخمس وعشر لا. ما هو الخمس وعشر يا جماعة بمية واربعين. لما تقولي الخمس وعشر الف مية واربعين. والخمسين بمتين وعشرة. فرق سبعين دولار. لا ندخل الخمسين. فاهم? طيب المية بربعمية خمس وعشرين. وهنا بقى الميتين بكام بسبعمية خمسة وعشرة. تمام? آآ سبعمية خمس وعشرة تقدر بقى تشوف نشوفه بعد الخاص. هتختار اهو آآ توستاب ماكس والميتين الف. وهدي او متعلم على المنصة التاني خلاص الحاجات التانية بتظهر لك. تمام? آآ طبعا انت ممكن تعلي على نفسك آآ عشرين بالمئة. تمام? آآ في مقابل آآ البروفيت. يعني البروفيت آآ يزيد. تمام? هنا البروفيت هنا آآ هيزيد بقى آآ يصبح مثلا آآ تسعين آآ بالمئة. تمام? هنا كده اهو لو عليت هتعلي عشرين بالمئة على الشراء. تمام? فبلاش آآ تعمله. وهتعلم على الشروط والاحكام. وهتهبط بالاسفل وتطمن اللي هو آآ ماتين الف ستاندرسي تريدر. آآ الكود موجود آآ ستمية اربعة وتلاتين. تمام? ستمية اربعة وتلاتين دولار. طيب تعال نشوف اللي بعضه. اللي بعضه آآ 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 ده بقى آآ آآ ده اعمال آآ آآ امثلة. هوا بيقول لك هنا ايه? هوا بيقول لك آآ ان انت ما تخسرش آآ اهو الديلي اربعة بالمئة. تمام? والتوتل ستة بالمئة. فلا. هذا الحساب من اسوأ الحسابات الموجودة في الشرك. حزاري واياك انك تدخل هذا الحساب. حساب ده هتخسره. هتخسره. ليه? التراجع الكل متحرك يا بيه. التراجع الكل متحرك. اهرب. اهرب من هذا الحساب. يعني هعرف لو كمين. فهم? هذا الحساب يا سيدة يا الكرام لا يصح ولا يجوز انك تدخله ولا حتى تشوف الامثلة الخاصة بيه. تمام? لان التراجع الكل متحرك وتراجع كل متحرك كام? ستة بالمئة. تمام? فهو ايه? على اعلى ايكوتي. على اعلى بالانس وصلت لي او اعلى اعلى بالانس وصلت بيه. يعني الستة بالمئة بتحسب على اعلى رصيد وصل ليه الحساب. فده طبعا حساب اه حساب وان ستاب بلان ده ما تدخلوش. طيب اه 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 المرحلتين بقى تو ستاب بلان. ايضا اه مفروض تعمل تمانية بالمئة في المرحلة الاولى والمرحلة التانية خمسة بالمئة. تمام? حلو. تلاتتاشر بالمئة. طبعا مش مطلوب منك تارجد فيه الفاندد. اه كام? خمسة بالمئة تراجع يومي. وتمانية بالمئة تراجع كلي. تمام? تمام. وهينا برضو خمسة بالمئة وتمانية بالمئة. شو وهينا خمسة بالمئة وتمانية بالمئة. تمام? فهو مسبت لك التراجع اليومي والكلي. مافيش مشكلة. اه تعمل يوم ناشط. مافيش مشكلة. يوم واحد ناشط. مافيش مشكلة. اه مني مام اه افقاً بقى للتقويم من 14 يوم تقويمي من اول ايه؟ بيقولك بعد اول صفقة بعد اول صفقة 14 يوم يعني استلمت الحساب وروحت مثلاً تنزهت ومعملت شوال صفقة اللي 14 يوم مش هيتحسبه الا بعد اول صفقة بعد اجراء اول صفقة فانت اول ما تستلم الحساب اعمل للصفقة علشان يتحسب لك الاربع ده بس بتكلم على الاكاونت بقى اللي هو اللي هو انت خلاص الاكاونت اللي هتسحب منه فلوس برضو البيئ قاوت 14 يوم برضك مدة طويلة تمام؟ 80% تحصل على 80% اه هو كاتب لك بقى الريدنيوز تريدنج برضك مسموح في المرحلة الاولى والمرحلة الثانية لكن غير مسموح في الفاندد و 14 يوم في البيئة وترك الصفقات لما بعد نهاية الأسبوع مسموح يعني الحساب ده قوي الميني ديز محتاج ثلاثة ايام تمام؟ اه ده مزود ده لازم ثلاثة ايام انا شايف ان الحساب ده يعني ضعيف مش اللي هو يعني ما تشغلش يبالك بيه يعني ده حتى بص يعني الحساب ده اخره مئة الف يعني خمسة بخمسين والعشرة بمية والخمسة وعشرين بمتين والخمسين بثلتمية والمئة بخمسمية ما تشغلش بالك بيهذا الحساب ما تدخلوش مش حلو ده هنا يشرح لك بقى التراجع المتحرك احنا كده مش هندخل التراجع المتحرك يعني هو هنا يشرح لك بقى الامثلة الخاصة بالتراجع المتحرك لا لا موفر كل هذا الكلام احنا مش داخلين معاكوا التراجع المتحرك فوفر كل هذا الكلام هنا بقى الـ general القواعد العامة القواعد العامة اول بقى القاعدة اللي هي الخاصة ب اه اللي هو دمج الحسابات دمج الحسابات ببساطة شديدة هو بيقول لك والله انت لازم الحسابات يعني ليست في مرحلة تقييم يعني انت مش هتاخد تقييمين وتقول دمج حسابات لا انت فيما بعد مرحلة التقييم يعني حساب فاندد فتطلبهم بدمج الحسابات وقال لا يكون قد تم التداول على الحساب يعني الحسابين ما تمش التداول عليهم يعني حساب بمئة ألف اللي هو خلاص انت عديت المرحلتين مثلا حساب مرحلتين فمئة ألف فعديت المرحلتين تنتظر بقى ويكون معاك حساب آخر بمئة ألف ويتم دمج حساب بمتين ألف يبقى لازم عدم وانا شايف ان الدمج لأ يعني شروطه صعبة طبعا هنا بيقول لك unlimited time challenge يعني هو مفتوح مفيش اي مشكلة تمام اي دا هو مفيش اي مشكلة no time limit تمام مفيش اي مشكلة في ذلك هنا بقى بيقول لك الايام اللي المسموح بي اللي لازم يعني minimum trading days الايام اللي انت لازم تحققها بيكتب لك بقى كل account زي ما احنا قلنا كل account الحاجة بسيطة جدا اهو وكتب لك هنا اهو minimum trading days يوم تمام فكتب لك في بعض الاكاونتات بيبقى يوم وبعض الاكاونتات الاخرى زي ما قلنا تلات ايام تمام مفيش اي مشكلة في ذلك فهو كتب لك ان اه هو احنا محتاجين يوم تداول كل المطلوب هو minimum يوم تداول واحد تمام التريدينج نيوز قال لك تلات دقايق قبل الخبر وتلات دقايق بعد الخبر من القبول زيت اللون الاحمر. تمام? فيش اي مشكلة في ذلك. ده هنا هيكلمك عن التراجعات اللي انت تلتزم بالتراجعات. الكوبيت ريدنج طبعا غير مسموح بيه. يعني الكوبيت ريدنج غير مسموح بيه. اه ده الكوبيت ريدنج. طبعا هو بيقولك ايه هنا? الكوبيت ريدنج مسموح في حالة واحدة. ان انت ممكن تكون عندك حساب في فتي ام او. تمام? تقدر تنسخ من فتي ام او لهذه الشركة. ما فيش اي مشكلة. طالما ان الحسابين باسمك. تمام? طالما الحسابين باسمك تقدر تنسخ الصفقات طالما الحسابين باسمك. تمام? ما فيش اي اه مشكلة. لكن غير كده غير مسموح بنسخ الصفقات. لابد ان يكون الحسابين اه باسمك. في شركة تمويل اخرى او في حساب شخصي مفيش اي مشكلة باسمك بنفس البيانات والدات اللي موجودة في شركة التمويل نفس الايميل بيقولك على حاجات تركات لازم يكون نفس الايميل يعني انت ممكن تكون مشترك مع افتي ام او بايميل ومشترك مع عزيز شركة بايميل اخر ممكن يقفوا لك على الحتة ديت ممكن يقفوا لك يقولك لا ده الايميل مختلف فاهم فخلق لازم كل حاجة زي ده زي ده خلاص تمام لكن طبعا غير مسموح اللي انت تنسخ مسلا من اشخاص او جروبات والكلام ده غير مسموح تمام طبعا ترك الصفقات لما بعد نهاية الاسبوع مفيش اي مشكلة تقدر تترك الصفقات اه بيتكلموا بقا اه هنا بقا دي القاعدة المهمة دي القاعدة اللي هي اقل ربح في اليوم تمام انت محتاج تلات ايام تلات ايام تعمل نص بالمائة تمام انا بكلمك على الحاجات اللي هي المهمة والتريكات المهمة جدا طيب هنا بيقولك ايه المسال او نص بالمائة هو تمام نص بالمائة ثلاثة ايام بيقولك الاكاونت اللي انت ا ripping 3000 محتاج تلات ايام تعمل فيهم كل يوم 25 دولار الاكاونت اللي هو 300 مش موجود 300 ده ده فين 300 تمام الاكاونت المتين ده تعمل الف دولار تلات ايام تمام اه فطبعا بيدي لك مثال بقى ازاي تعمل الكلام ده. يعني حساب بمية. تمام? اه مرحلتين. اه المرحلة الاولى انت عملت خمسمية. تمام? ادي كده واحد من تلاتة. لانه ده حساب بمية. الحساب اهو? فين الحساب المية اهو? الحساب المية انت محتاج لانت تعمل خمسمية. طب اليوم التاني انت سلم خمسمين. ما عملتش. ده عملت الفين. بقى يومين اهو. تمام? سلم هنا عملت 1000 يبقى ثلاثة ايام يبقى ده ثلاثة ايام خلاص مبروك تمام فهي ديت اللي انت لازم تعمل ثلاثة ايام في بقى طبعا في حسابات مفيش اي مشكلة فيها ان انت مش مطلوب فيها العمليا ديت مش مطلوب فيها الثلاثة ايام اللي هو اي او اي او اي 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 اوه يبقى دل للاحسابات اللي مطلوب فيها تمام وان EST اب وTUSTAB ماكس تمام لكن التلاثة مراحل مش مطلوب فيها تمام واانستاب ماكس مش مطلوب فيه تمام وااه او والتلات مراحل. تمام? يبقى دولة وان ستاب وتو ستاب والتو ستاب ماكس. تمام? هم دولة اللي مطلوب فيهم. تمام? تلاتة ايام. هنا بقى هيكلمك عن البروفت اللي مطلوب والتارجت واحنا والسحب وكل هذا الكلام. ده حاجات اه عادية واحنا قلنا. مفيش اي مشكلة في كل هذا الكلام. تمام? طيب. وقواعد الاتصاق. ده بقى المهم. ندخل على اول واحدة كده. تمام? ونشوف تمام? اول حاجة قالك القابة تريدنج. القابة تريدنج غير مسموح بيه. حتى باستخدام الاكسيبرت. كان زمان الشركة ديت بتسمح باستخدام الاكسيبرت. لكن تقريبا كده ناس كيزبت كتير في الاكسيبرتات. فمنعوا الاكسيبرتات في النسخ. تمام? فقال لك لا ما تنسخش صفقات عن طريق الاكسيبرت. وإلا هيتم كده يعني تسكير حسابك وإنك انتهاكت القاعدة الخاصة بيه. تمام? طبعا انت ممكن تعمل بقى جروبات هيجنج. والكلام ده غير مسموح بيه. ليه مجموعة من الأفراد بيعملوا جروبات هيجنج. فلا. تمام? اللي هو ايه? اللي هو انا قلت هيلك. عالي التفق هو وحسام. انا هدخل اشتري اليورو دولار. وانت هتبيع اليورو دولار. تمام? كان البعض بيقول لي طب ما هو آلاف المتاجرين بيعملوا ما ممكن اتشابه انا ومايكل ولا انا وجون في نفس الصفقات. لا يمكن. مستحيل. يعني احنا لما كنا متناقش مع الكثير من الشركات يقول لي مستحيل هذا التزامن. تمام? انا بقول لك في نفس الزمن ونفس الصفقة. تمام? ونفس نقطة الدخول. كل ده هيتشابه في سبعين بالمائة من الصفقات. ليه? يعني اعرف لو توقم متلاصق مش هيعمل كده. ازاي يعني? فهم? فهو الصفقات تتشابه بتلت معايير. الزوج العملة. الاديا اللي بتشتغل عليها. تاني حاجة الزمن. اه تلت حاجة نقطة الدخول. فاعتقد سبعين بالمائة دي اه ما فيش حد هيعملها. سبع صفقات تتشابه من عشر صفقات صعبة. تمام? اه طبعا بيقول لك على ادارة الصفقات. اه وطبعا الاتش اف تي. اه اللي هو تعمل صفقات كبيرة الحجم في وقت وثواني بسيطة للغاية. تمام? الشركة دي بتعتبرها ثواني بسيطة. تمام? ممكن تلاتين ثانية دقيقة. اه الكلام ده. ده عزرا ده ادارة الخدمات. ده ادارة الخدمات. ده ادارة الخدمات. اللي حد بيقدم خدمة تمرير الحسابات وانت اشتركت معاه وامرر لك الحساب والكلام ده ده غير مسموح. تمام? لو هم معرفوا هيسكروا حسابك. ثم نذهب بقى للسطايل. طبعا اخر واحدة ديت اللي انت متغيرش الباسورد. دي متغيرش الباسورد. تمام? طيب اه دي بقى ديت. دي بقى اللي فيها كل حاجة. دي اللي فيها كل حاجة. تعال بقى نشوف الكلام ده. هو هنا بيكلمك في ايه? بيكلمك اللي انت متستخدمش برامج التداول اللي هي الزكاء الاصطناعي. اه تاني حاجة يعني زي مقولوا ايه? الناس اللي هو بيهكروا المنصات اللي هي الميتا تريدر والكلام ده واستغلال المنصات. كل هزا الكلام هتلاقيه في اغلب الشركات. تمام? اه فهي ديت بس يعني شروط لهذه الشركة اه سهلة وبسيطة. اضافة الى الشرط الخاص بادارة الحسابات. اللي هو مش عاوزك تعمل اه عقود كبيرة. تمام? اللي انت اه تخاطر. طب تلمحها ازاي ولا تعرفها ازاي? اللي هي مسألة الاتنين بالمئة. طالما الشركة عملت حسابات باتنين بالمئة يبقى انت اعمل لنفسك والله حتى في الاكوانتات الاخرى. اعمل العقود اللي انت عاوزها. لكن ما تخسرش اتنين بالمئة في اليوم. بس. خلصت الحكاية. ايز بقى على كده كل الاكوانتات الخاصة بك في الشركة. واعمل المخاطرة بتاع. يعني ممكن تعمل مخاطرة واحد ونص. ممكن تعملها واحد اه بالمئة في اليوم. فما فيش اي مشكلة تعمل بقى العقود وفقا لذلك. تمام? فيش مشكلة في ذلك. طبعا التراجع المتحرك برضك نقول لمحة للا اصدقائنا اللي هما دخلوا حساب التراجع المتحرك. لما بتعمل ستة بالمئة في الحساب. يعني انت تمام? لازم يثبت لك التراجع عند المئة الف. فطبعا لازم تترك جزء وهو عمل لك امثلة اهي كثيرة للغاية. تمام? كل ده يقول لك امتى هتخسر حسابك والكلام ده. لو عايزين نشرحها ما فيش اي مشكلة بس نشرحها بقا ايه لوحدة. بس لو انت هتدخل بلاش تدخل هزا الحساب. بلاش تدخل اللي هو الحساب التراجع المتحرك. خلينا في التراجعات الثبت. يبقى الوان ستيب ده اهو بيطلب منك عشرة بالمئة تمام بروف التارجت لكنه اهو تراجع متحرك بلاش يبقى الاكاونت ده بلاش منه تمام اه هنا بيقولك لا يبقى الاكاونت ده ممتاز ندخل معهم في وانستيب ماكس مفيش اي مشكلة ومطلوب منك تمانية بالمئة فالحساب ده الافضل حساب ده سيء جدا وانستيب ده ما تدخلوش تمام يبقى ده ما تدخلوش ده مرفوض تماما تمام سيء للغاية اه سيء من كل النواحي تمام فبلاش ده هيتعبك في مسألة اللي هو ايه مش هتقدر تنهي الحساب في يوم واحد لان انت اتنين بالمئة في التراجع في التراجع في الربح تمام بس ده ممتاز ده اللي برشحه اللي هو وانستيب ماكس لكن ده ايه هتدخلو اه نرجع تاني اه ده مسلا اه ماشي اوكي مفيش مشكلة تمام لكن ده اربعتاشر يوم وده اربعتاشر يوم وبعد كده التلات مراحل وقلت لك مزايا وعيوب التلات مراحل ان هو انت بتسحب بسرعة تمام خمس ايام هو باسرع يعني هو بعد كده يعني هو ايه الاسوأ في مسألة ان انت محتاج تمام تاشر بالمئة بس بعد كده بتسحب كل خمس ايام او تقويم كل خمس ايام تقويم فطبعا ده ممتاز اه للغاية ده كل حاجة عن الشرك اه تشتغل معهم ازاي زي ما قلت لك لما تيجي تدخل صفقات دخلت مثلا حساب اه بمئة الف تمام فمئة الف ما تخسرش اكتر من الف دلار طيب انا هحسابها انا مش اخسر اكتر من الف دلار طب ادخل الصفقة بكام تمام ادخل عقد ستندر اه مثلا عقد بعشر دلار واجعل اقاف الخسارة بمئة نقطة مفيش مشكلة ممكن اعمل عقدين ستندر ويبقى خمسين نقطة اه مفيش مشكلة اكتر من كده لا تعملش اكتر من كده في المئة الف يعني اكتر حاجة اللي هو الاتنين والستندر اللي هو بعشرين دولار عشرين دولار وخمسين نقطة اقاف خسارة بس يفضل لو يبقى اه عقد ستندر ومئة نقطة اقاف خسار تمام كممكن بقى تشتغل هما بيحبوا التنوع يعني اغلب الشركات دي تحب التنوع في ازواج العملية اللي انت عدم التركيز على زوج عملة واحد تمام فانت لو نوعت ودخلت دا مثلا باتنين دولار وده اه عقد باتنين دولار وده عقد بتلاتة دولار وده عقد بدولار ده هيكون افضل كادارة مخاطر حتى ليك هيكون افضل و تعرف تعمل هيج غير مباشر فهيام الحدودة فهي فتعرف انت تعد التقييمات وان شاء الله خير هتلاقي فيه صندوق الوصف الاى الدسكون الخاص بهذه الشركة طوال شهر سبتمبر اه ادرس بقى وشوف الاكاونتات اللي قلتلك عيوبها وميزاتها وبعيدة عن التراجع المتحرك في هذه الشركة بالتوفيق ان شاء الله